اشتركوا في القناة الرواية كل فترة سنعيش في أدب معين يتم فيه الاهتمام ولا يجب أن يكون الاهتمام متنوع في كل مجال كنا متنوعين في مجالات عدة في جانب الأدب نتكلم اليوم التجارب الجديدة التي تقدم أوراقها الفنية وغيرها وين رايحها ما زالت في الأدراج أم قاية تطبق على عرض واقعها محتاجين نطبق من هذا الأدب هو فكر أدبي نحن شعوب عندنا هذا الأدب وهذا الأرث الموجود يحتاج أن يرى النور كيف يرى النور من خلال هذه الفقرات الفنية اللي نشوفها بارك الله فيهم بالجهات المعنية وعلى المجلس الوطني الفقافة والفن والأداب سنويا أو على مدار السنة عندها إنشطة مختلفة اليوم نحن مع رابطة الأدباء رابطة الأدباء هذه الساحة وهذا المجال وهذه الرابطة اليوم حتى مسمى رابطة يجب أن يكون أكبر من شيء وأشمل أوسع أنا أذكر يوم الأيام كانوا يسوونهم القاعة يجددون فيها فترة طويلة أو يمكن من حسابهم الخاص لا أذر ليش سأتكلم مع المختصين مع النقاد في هذا المساء إن شاء الله ونتعرف من خلال أسئلتنا سنناقش معهم إحنا وين رايحين ما هو نشاطنا الأدبي المحلي الكويتي الحراك الأدبي شعرا ونثرا من الأصالة والمعاصرة وغيرها وين موقع الثقافة وين موقعنا أيضا من الثقافة ما هو المطلوب منه هذا الراح ناقش مع ضيوفنا الكرام بداية نرحب بالأستاذ فهد الهندال هو أعلامي وناقض نستاذك الله خير أستاذ فهد سأكل الله بن نور حياك الله وحطي يدك كيف ما هذا عاجبك كلامي ما عاجبك كلامي دولك قدت أم لفك لا حياك الله يا هلا مرحبا فيك وأيضا نرحب بالأستاذ سالم الرميضي وهو عضم مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين ورئيس اللجنة الثقافية حياة مساء الخير سأل حلا وسهلا مساء النور سألين بلقاءنا معكم حياكم الله وسهرة أدبية جميلة معكم إن شاء الله بإنبارك يعني نمتدي بالتأمل اللي تأملت في حد شي شليل فتتباك نحن نحطيك كذي دعي نحن نذكركم كذي دعي لو دبارات وشلي تفكرون في اللي قلت شنو حاب تعلق أو شنو شيء لأثارك ونقلنا شيء يعني يعني قلنا شيء نحن تحاملنا على أحد معين أنا رجعنا الصلاة لا في مشكلة قبل أشهر كان في لقاء هنا في ذات البرنامج تكلمنا عن موضوع القراءة في الكويت صحي نحن الآن أمام معادلة هي معادلة أنا أعتبرها صحية سابقا كان هناك يعني خنقول فقط من يكتب مقابل كم كبير من يقرأ الآن نجد أن هناك من يكتب بنفس الحجم ربما خنقول يقابل أيضا حجم من يقرأ ما بيقول أنا نفس العدد تقريبا ولكن أقصد أن حتى القارئ اليوم أصبح كاتبا بصورة أو بأخرى إذن نحن في هناك تبادل للثقافة والمعرفة بين الطرفين بين الطرف المرسل هو الكاتب وطرف المستقبل هو القارئ أو المتلقي بشكل عام طبعا تختلف الرسالة بينهم سواء كانت عن طريق وسيلة الشعر عن طريق السرد بصير طبعا من خلال الرواية والقصة والقصة القصيرة جدا إذا تكلمنا عن الشعر هناك الشعر العمودي هناك الشعر التفعيلة هناك الشعر الحر والآن طبعا هناك الشعر الذي هو النثر الآن دخل كفن شعري أيضا لحضورة واختلافة إضافة إلى النصوص إضافة إلى مجالات فنية أو أدبية تختلف فنيتها في الكتابة مثلا قبل قليل كان لكم لقاء مع الأستاذ إبراهيم لمليف يتحدث عن أدب الرحلات وشلون استطاع هذا الأدب الآن يأخذ حضوره بشكل مهم على الساحة الثقافية بالكويت نحن طبعا إذا حدنا تكلم عن تقييم لهذا المشهد راح نأخذ حلقات كثيرة لكن في شكل مقرب يتقرب الصورة لأن هذا المشهد يعني باختصار ويمكن أقدر أنا أو جزء في مشهد صغير لكن يمثل هذا المشهد وهو معرض الكتاب اللي احنا مقبلين عليه إن شاء الله بعد تقريبا يمكن حوال أقل من شهرين من الآن ومع بداية موسم المعارض معارض الكتب العربية الناس في حالة شغف دائما للكتاب الكتاب الورقي اللي أنا أتحدث عنه لأن حتى الكتاب الإلكتروني الآن ولو أنه أصبح متاح سواء إذا كان هذا الكتاب وصل إلى هذا المتلق بصورة قانونية أي عن طريق حقوق مباعة أو بصورة غير قانونية عن طريق طبعا الكوبي أو غير من ذلك ولكن الناس تبحث عن القراءة وتستمر في ذلك إذن هناك حضور يتعزز في مشاركة القارئ أو المتلقي إن كل دور المتلقي اليوم أصبح أيضا ناقد ولو لم يكن ناقد متخصص نخندش على مواقع القودريز مثلا نشوفنا هناك آراء تكتب عن هذه الكتب تقييمات يعني حال المجالات الأخرى الناس اللي يجربونها مثلا إذا سافروا ويحطك رأيها في هذا الفندق والنجوم اللي يختارها الآن حتى الكتاب ولكن بصورة مختلفة إنه قيمة على مستوى البناء على مستوى الفكرة على مستوى حتى ثقافة الكاتب هل استطاع أن يستوعب ثقافة هذا المجتمع اللي ينتمي له أو ثقافة القارئ اللي هو موجه خطابه له إحنا الآن يعني في ازدحام كبير جدا بأسماء كل يوم أقدر أقول قاعدين نكتشف أو نسمع أسماء جديدة قامت تدخل إلى عالم الكتاب الناس يمكن في يوم الأيام هم بعيدين أصلا عن مجال الكتاب ولكن أصبح مجال الكتاب اليوم عالم مغري جدا لا يقل أبدا عن المجالات الأخرى للناس تسعى للشهر ولكن كقراءة يعني ذكرتنا اللقاء السابق لجمعنا معك كان معنا الدكتور أيضا لأسف يعني ما أذر نسمك منه دكتور؟ دكتور أعتقد سويت ما شاء الله من كذر ضيوف الله يساعدني بباركة أعطاك أرقام يعني أذكر أرقام من نسبة القراءة عندنا في الوطن العربي يعني مقارنة كم قارئ أوروبي كم قارئ في الغرب ومقابل الشرق يعني جدا ضيئة لإقبال القراءة لكن نحن اليوم نتكلم عن مشهد أدبي محلي اليوم عندنا في الكويت راح أرجع لك إن شاء الله سيد سيد سالم يعني في المقدمة التي تكلمنا عنها اليوم والمشهد الأدبي الكويتي تحديدا نتكلم عنه والنشاط الأدبي الكويتي كيف ترى اليوم؟ أتكلم عليكم أنتم كأدباء أو مختصين في هذا المجال وهو تخصصكم وعملكم بالتهديد لكن من رؤيتكم ورصدكم أيضا للبلد و للوطن والله أيضا طبعا أنا مسي على الجمهور الكريمة مسي عليك مسي على أخي فهد بالخير الكلام أخي فهد أيضا كونه صاحب دار نشر يعني فعارف السوق وعارف القراء وعارف العرقام أكيد أكثر مني لكن كلامه في محلة يعني من خمس سنوات أو ست سبعة سنوات ما كان هذا العدد بهذا الزخم في معرض الكتاب اليوم فيه ناس يحضرون معرض الكتاب ما يشترون ذرة يعني فيه شيء اختلف حيل في المعادلة السابقة اليوم فيه قراء وفيه كتاب و العدد فعلا أصبح عدد الكتاب أكثر بكثير من السابق مهما كان هناك تباينه المستويات هذا في كل جيل في كل عصر في كل زمان ومكان يكون هناك الجيد والرديء والمتوسط كذلك القراء لكن القارئ من الصعب جدا إذا كان قارئ فعلا ومرتاد لمعرض الكتاب من الصعب أن يبقى على مستوى واحد يعني اليوم قد أكون داخل معرض الكتاب لأول مرة طالب بالسنوية أو بالمتوسطة جاء بأقرالي رواية معينة في مستوى معين تناسب ذائقتي في هذا العمر السنة الجاية راح شوي أرفع السقف راح شوي أرفع السقف بالنهاية هذه حتى المستويات نقول من الكتب اللي ربما أقل من المستوى اللي يصدرها مثلا بعض الكتاب المحترفين أو الكتاب المتمكنين من أدوات الكتابة قاعد يمكن تفيد أيضا من مشهد لأنه إذا جيت حق قارئ ما قرأ في حياته كتاب من الجلدة للجلدة وعطيته كتاب في لغة وإن كانت بسيطة لكنها لغة سليمة رصينة مبنية بشكل صحيح فكرة شوي بعيدة تربط أحداثها في الصفحة الأولى للصفحة الخمسين وإن كانت لهجة محلية وإن كانت بأي لهجة يعني روايات بشرة بلهجة محلية أنا ما عندي مشكلة باللهجة أو باللغة بالنهاية هذا قالب الفكرة أن هذا الجمهور الذي جايك اليوم لأول مرة يحتاج إلى مثل ما أقول لياقة قرائية خليه يقرأ شيء على قده المرة الجاية سيقرأ قده هذا يصير أعلى مع الوقت أكيد سيأترك الكتب الرديئة أو سيختار الكتب القوية يعني أنت ترى أن ما في مشكلة وأن وقع على كتاب رديئة أو كاتب رديئة أو فكرة رديئة أنت ما ترى في هذا مشكلة وأنه يكون موجود في سوق الكتاب أو في معرض الكتاب أو في المعرض هذا الأدبي الغفو السمين ما دام الكتاب يعني ما فيه ما يمنعه قانونا ما فيه ما يمنعه قانونا فهو بالنهاية يعني اللي بيأتي بيقرأ بيشتري بفلوسه والكتاب راح يأخذها بالنهاية قاعد يقدم جرعة حلوة حق القارئ مع الوقت أكيد راح يتجاوزها نعم سيد فهد أنت أيضا كناقد ومتابع وراصد للمشهد الأدبي عندنا بكويت شعرا ونثرة هل تعتبر أن كثرة التجارب هذه والكتاب والقارئ أصبح كاتب هل ترى بأن هذا نوع من النضوج وفيه فائدة أم تجد فقط هو لأن اليوم أصبحت المادة هي المسيطرة على الأغلب فلذلك الكل يتسابق بأنني أنا أطرح ككتاب وأصبح ناس ما سمعنا أنهم كتاب بين يوم وليلة صار كاتب ولا انتظروني فيه معرض الكتاب القادم أنت عفوا من أنت ما هو تاريخك كيف أنا عرفتك فجأة بين يوم وليلة أنا كاتب وأغلب الكتاب صور حلو ذكرت نقطة حلوة انتهت فيها أنا راح أبدأ فيها حديثي تاريخك تاريخك بس نقطة واحدة ذكرتها نعم تاريخك تاريخك أنت من أنا أتصور الكاتب الجيد اللي يملك اسلوب ويملك قراءات واسعة إضافة إلى ثقافة ومعرفة عميقة هو اللي راح يثبت نفسه بالنهاية هو اللي راح يترك لبصمة تختلف عن الآخرين أما الكاتب اللي يبحث عن الشهرة ويبحث عن هذا الجمهور الكبير من القراء ولأغلبهم من أبنائنا المراهقين لأنهم الشريح الأكبر هذا أنا اعتبره مثل يعني يعني مثل يعني الدخان اللي يضيع مثلا في هذا الفضاء الكبير ما راح يستمر لكن الكاتب اللي يبدأ وينطلق من أساس أميق في أهمية الكتابة ويملك الوعي لأن يحفر معرفيا وثقافيا في هذا المجتمع ويضيف هو هذا راح يكون النجم اللامع في هذا الفضاء لهذا دائما الكتاب الكبار اللي قرأنا لهم وما تزال أسماءهم مستمرة هل معنات ذلك إنه ما كان فيه كتاب سيئين أو خنقول كانوا أقل منهم كفاءة أو خنقول مثلا بين قوسين ريديئين في الكتابة طبعا كان فيه موجود منهم وممكن كان الغث أكثر من السمين لكن الذاكرة احتفظت بمن بهؤلاء الكتاب الكبار يعني أنا ما أتصور في الساحة مثلا في مصر كان يوجد فقط نجيب محفوظ ولا السباعي ولا يوسف إدريس أو توفيق الحكيم لا كان فيه كتاب أقل منهم وكانوا يحاولون أنهم يجارون هؤلاء الكتاب الكبار لكن لم يصلوا إلى وعيه من المسؤول عن بروز هؤلاء الكتاب كانت هناك مطابع وحكومات وفرق فنية موجودة نشطة في تلك الفترة وتأخذ هذه الروايات وتأخذ هذه الروايات وتطبقها على خشبة المسرح وكانت السينما نشطة وكانت الناس تذهب إلى السينمات وغيرها وكانت عالمية الدول العربية فلذلك تعزز هذا الاسم اليوم كيف أعزز هذا الاسم الكاتب الحقيقي في ظل هذه الزحمة؟ عن طريق العمل الجيد العمل اللي أنت تصنعه من خلال فكر معين أنت قاعد تشتغل عليه في كتاب أصدقاء اللي يمكن الآن يسمعوني أنا دائما أقول لهم أنتم ليش ما تكتبون غيركم طلع ست اصدارات عشر اصدارات خمسة عشر اصدار وهم كانوا يردون عليه يقولوا لي فهد إحنا قاعدين نشتغل على فكر على مشروع هذا المشروع ما يولد بين يوم وليلة هذا يأخذ مداء يعني يأخذ مداء ويأخذ وقته حتى ينضج ويكبر هذا العمل وهذا المشروع فهذا يألابد أن يكون دائما كل كتاب لهذا الكاتب هو مشروع قاعد يشتغل عليه ينتهي من هذا المشروع يبدأ بمشروع ثاني لذلك أنا دائما أقول أنت ذكرت وسألت وقلت من هو اللي يفرضهم العمل الجيد هو اللي يفرض نفسه على بقية الأعمال ويبقى في الداخل العمل الجيد أستاذ سالم هو اللي يفرض نفسه ولكن أنا تدخلت مع أستاذ فهد بأنه في السابق في الأسماء اللي ذكرها على سبيل المثال للحصر أنه كانت جهات أخرى تساعد في صقل هذه الموهبة في زرع وتثبيت هذه الشجرة من الثقافة والمعرفة والوعي من خلال ما كان لكل قارئ أم كانت في أمية موجودة ولكن كان يصل له بطريقة أخرى هذا الكاتب كان يصل عن طريق المسرح كان يصل عن طريق السينما كان يصل عن طريق أمور كثيرة عن طريق الإذاعة مثلا مسمع إذاعي تمثيلي فيها معينة ما عنده تلفزيون كان عنده الرادو يسمع فوصل هذا الشخص اليوم هل تجد بأن نحن قاعدين نتراجع في هذه القضية لإيصال الكاتب الحقيقي إلى الجمهور الغير قارئ أنا أعتقد أن اليوم يمكن كلام هذا كان دقيق أو جاد إلى حد ما قبل عشر سنين اليوم لا اليوم الكاتب يستطيع يسوق نفسه بالكامل بعيدا حتى عن الإعلام بعيدا حتى عن السينما عن الإذاعة يقدر يسوق نفسه عن طريق وسأل التواصل الاجتماعي يقدر يسوق نفسه عن طريق أماكن تواجد المهتمين دعنا نحسبها حسبة اليوم نحن في الكويت تقريبا أربع مليون الكويتيين والمقيمين لو فرضنا أن المهتمين مثلا في الشعر العمودي زين واحد بنمية من أربع مليون أنت تتكلم عن كم تقريبا تتكلم عن أربع تلاف لو فرضنا أنه لا نبي أربع تلاف نبي عشرة بالمية من الواحد بالمية أنت تتكلم عن أربع مئة شخص أربع مئة شخص هذولا في أي مناسبة في أي أمسية يترسول لك أكبر مسرح صح أو لا لا هذولا في أي معرض عند أي كتاب جيد رح لا شك أنهم يعني ينفذون طبعا أو يعني ما قاعدة تنترس هذه الأماكن هذا اللي قاعدة أقول لك هذا اللي قاعدة أقول لك يوصل للمهتمين هناك مهتمين في الكويت هناك مهتمين في الشعير في القصة في الرواية تسويقنا أو تسويق بعض الأدوات الإعلامية أو بعض الكتاب ليس يوصل للمهتمين ينفق وقته على ناس أساسا ليس مهتمة أعرف كيف نعم إذن طريقة الإنفاق وطريقة التوجه والاهتمام ما هي الطريقة المثلة أنا ذكرت مثال قربنا للمشاهد حتى نصل ونتواصل مع المشاهد أنه في السابق كانت القريبة هي السينمة والقريبة هو الإذاعة والقريبة هو المسرح والناس كانت تروح وتشوف وتسمع وتبحث عنها الكاتب وبعدين أنا أروح أخذ روايته وأقرأ الرواية الحقيقية لهذا النص اللي أنا شاهدته اللي ترجم على خشبة المسرح وعلى السينمة وغير هذا اللي قاعدة يحدث اليوم كيف سيحدث هذا الأمر في ظل هذه الزحمة أنا سوقت عن نفسي وقمت بجهدي لكن من الجهات المعنية للتسويق لهذا الفكر النير الشبابي الكويتي اليوم الرقابة قاعدة تقيد أكثر أكثر في ظل المنادات في الحريات أكبر وأكبر شي اللي قاعد يحصل بالضبط أن الرقابة اليوم تمنع هنا ولا تمنع هناك ببعض الدول اللي نراها متشددة أكثر بعد الفاصل راجعين لكم السيد فهد وسيد سالم يعني قاعدت تكلم أنا قبل الفاصل قبل شيء شرحنا الموضوع أن الكتاب العرب يعني نتكلمنا عن مصر يعني أرض الثقافة والأدباء والكتاب وتعرفنا عن أمور كثيرة من خلالهم أن يعززون كتابهم من خلال تعاون الجهات الأخرى صحيح السينما والصحافة والإعلام والإذاعة وغيرها والمسرح وكذلك اليوم كيف نعزز إحنا الكاتب وكان لك مداخل في هذا الموضوع أنا طبعاً بس على موضوع يعني شون قبل بالسابق كان الكاتب يأخذ تسويق الأفضل لأنه ما كان عندنا سوشيال ميديا كان موجود كان الكاتب مضطر عن طريق الصحافة عن طريق المسرح عن طريق تلفزون عن طريق الإذاعة كان هو يتوجه إلى هذه الأماكن أو إلى هذه الوسائل اللي كانت إهي المسموعة أو المقرؤة أو المرئية في ذلك الوقت وكانت تقليدية وكانت بالعكس تحقق مشاهدات كبيرة اليوم إحنا في السوشيال ميديا هناك صراع كبير جداً بين الباحثين على أن الشهرة تجد تهني الفيشينيستا قاعد يشتغلون نجوم السوشيال ميديا دخل من ضمنهم من هم محسوبين على الكتابة لكن أنا خلنتكلم على نقطة مهمة جداً هل ترى بأنها بيئة سليمة بدخول كاتب بهذا الوسط وهذا المجال بالعكس بالعكس أنا آسف على المقاطرة ولكن هي دقيقة بطرح فكرة ولكن المسرح والتلفزيون والسينما خلي سوء هو إثراء يعني خلي سوق للفكر الممتاز أو الفكر الجيد هذا الكاتب من خلال السوشيال ميديا وخلي يكون عنده متابعين وهو الآن رح يعمل نوع من التوازن وهو يستطيع أنه من خلال ما يقدمه من أدب مرموق ورفي لهؤلاء المتابعين يستطيع أنه يحصل وفيه هناك كتاب كثير في تويتر يا سيدي علماء اليوم يعني الشيء يذكر علماء قاعد يأخذ 120 لايك مقابل واحد ما يقعد يسوي شكله يأخذ مليون متابع لا يقول ميحاف أخو راشد إحنا لا ننظر دائما إلى الأمثلة اللي نعتبرها سيئة أو نعتبرها الغالب في هذا القطاع تخليل قطاع السوشال ميدي أنت خصصت لازم السوشال ميدي تتكلم عن قطاع أنا أثير على المواضيع بنفس القطاع لازم الكاتب والمثقف يكون لحضور أنت الآن طالع في تويتر اليوم راح تشوف كبار الكتاب قاعدين يعني يناطحون حتى الساسة في كتاباتهم في آراءهم في تعبيراتهم هذا قاعد أتكلم أنا على مستوى العالم على مستوى يعني مثلا باولو كويلو ترى عنده حساب بالعربي طبعا موه اللي يكتب لكن عنده شخص يترجم وهو طبعا يترجم الكلام يكتبه إذن هو قاعد يتوجه مو فقط إلى الكاتب العالمي للعام بالعكس هذا المفرض يصير إحنا اللي قاعد يصير عندنا أن في بعض الكتاب هو ما يسوق لفكرة هو يسوق لذاته باجر وهو يتحول بصورة أو بأخرى إلى نجم نجوم السوشال ميدي حساسا أنه يكون عنده أنت تجد هذه خلقة خاطئة أنا ما أتصور أن هذه رسالة الكاتب والمثقف الكاتب والمثقف يكون له وعي يكون له موقف من خلال سجلة لقد خلنتكلم على مساهمات الدولة الدولة اليوم بنت مباني حلوة وجميلة وأنيقة أنا حضرت في أحد هذه المباني اللي تم افتتاحها سابقا وحضرت ندوة كانت تتكلم عن ترف الثقافة والبقاء للأقوى أنا أتصور إذا لم نستطيع أن نضع برنامج ثقافي متكامل يحتفي بموسم كامل من بداية شهر 9 إلى نهاية شهر 5 يكون يليق وبحجم هذه المباني قاعد يحط المجلس الوطني أنا ما تتكلم عن المجلس الوطني هو المعنى بهذا الأمر أنا ما نبقى سر بالعكس السنة كاملة وإياهم وقاعد نعرض أنشطتهم على مدار السنة كاملة قاعد يشتغل من الشرق والغربي كلامي ما عن المجلس الوطني بس قاعد يتكلم أنه مثل ما نملك هذه الأماكن وهذه القدرات وهذه الإمكانيات شيء اللي يمنع أن يكون عندي برنامج ثقافي يكون عندي ناس مستشارين من المثقفين أنفسهم هم اللي يضعون للخارطة أنا المجلس الأعلى للتخطيط هل يوجد هناك ناس ممثلون عن الثقافة موجودين من الثقافة؟ طيب طيب أنت تسترسل معايا وتفتح لي مواضيع كثيرة فهد بس برجعي سالم أستشرك معنا بنفس الحوار بنفس هذه القضية بالسوشيال ميديا أنا ما أدري على حد علمي ما عمري أنا شفت كاتب لكتاب معين الدولة ترعاه ويطرح هذا الكتاب ويقول له والله اليوم خصصينا للناس تزورنا في المسرح باليوم الفلاني لمناقشة هذا الكتاب والرؤية بوجود هذا الكاتب يأما حفل توقيع يأما مختص ومتقوقع برابطة الأدباء لكن مفتاح مع الجمهور على حد علمي هل هذا موجود عندنا في الكويت أو ما هو موجود أنا أعتقد أنه أيضا لازم نحمل الكاتب بنفس جزء من المسؤولية هذه وكل حفل توقيع الكاتب مسؤولية تسويق نفسه لازم يتحملها نحن قاعد نشوف بعض الناس شطار في تسويقهم في السهم يمكن مستواهم متوسط لكن شاطر جدا أنا ما أقول لك واحد متسلق لا كاتب كتابته جيدة مستواه متوسط لكن استطاع بشكل سريع مثلا يفتح نافذة مع الجامعة مع الجامعة الأمريكية مع مادروين مع ربطة الأدباء مع يسوي له أمسية أحيانا قد يستأجر القاعة على حسابه لكن يعرف يروج حق نفسه صحيح عنده فكرة أنه لو استأجر القاعة على حسابه سيجيه الجمهور اللي يعتقده أكثر أعرفت الفكرة الكاتب يحتاج أنه يكون أيضا يعني نحن نتكلم عن ثلاث مراحل خلن نقول الكتاب وهو فكرة في بال كاتبة هذه مرحلة لما يصبح على الورق هذه مرحلة ولما ينزل السوق هذه مرحلة ثالثة يصبح فيه دق القارئ اليوم هذا كتابي مثلا مسودة هذا المرحلة الثانية لما ينزل إلى المعرضة أو ينزل إلى دار النشر أو ينزل إلى رفوف المكتبة أصبح سلعة وإن كانت فيها فكر وفيها مادة وفيها علم لازم تتعامل معها في أساليب السوق ما يمنع حق مشروع في المرحلتين الأوليين مرحلة الفكرة ومرحلة المسودات أنت انتهيت من الجانب الفكري الجانب الأدبي الجانب الصياغي الجانب اللغوي جانب الاستشارات جانب كذا عشان تريد أن تتودي لمسوق عادة هو السوق يخرج الصفحة الأولى والشكل الأخير حق مشروع أنت ككاتب أيضا لازم تتحمل هذا الجزء من المسؤولية شكل كالتسويق أو دار النشر كيف تجذبني أنا أو حتى قناة تلفزيونية مثل ما تكلم أخي فاتق الكتاب كثر طيب في ظل السوشال ميديا اليوم أنت تتفق مع فات تختلف معانا اليوم هي نافذة أن يفرض نفس الكاتب أو يروج لنفس الكاتب ويقدم فكرة بينما البعض ينجرف إلى النجومية المختلفة عن فكرة وعن مبادئه جدا جدا أنا أعتقد أن بالعكس السوشال ميديا خلت اللي مهتم في كتابك اللي مهتم في فكرة كتابك أنا اليوم لما أطلع بالتلفزيون في اللحظة هذه أو في الوقت هذا احتمال كبير مجموعة من مشاهدي نكون في قناة الرأي مو في باله يسمع شيء عن الحركة الأدبية في اللحظة هذه صح ولا لا نعم لكن لما أنا أتابع الأستاذ فهد الهندال باختياري وشوف في تويتر مثلا يعلق والله نزلنا في دار اسم الدار الفراشة بالنهاية دار أخي فهد والله يوفقه إن شاء الله نزلنا المجموعة من الكتب هذه ونزلنا كذا أنا مهتم أنا قاعد أتابع والخبر هذا يهمني بذلك طيب لي طرح فكرك بهذا المجال نحن نتكلم عن سينما نتكلم عن صناعة نتكلم عن مسرح عن جمهور معين يعني يزور هذا المسرح نتكلم على إذاعة نتكلم على كذا نتكلم على اليوم موجود وسيلة إعلامية أخرى أمو المداخلة السوشال ميديا صح وسائل مساعدة ممكن توصل الإنسان بشكل أسرع لكن أيضا بالنهاية التاريخ ناقد لا يجامل أحد نهاي يعني المتنبي ما طلع في السينما لكن كل اليوم المكتبات فيها ديوانة غير كذا الشيء الجيد رح يبقى لكن ترجمة أعمال إلى أعمال تلفزيونية بالنهاية في أعمال للمتنبي وجد في أعمال تلفزيوني ما كان عندهم تلفزيون لكن لما سووها لأن جمهورها كان موجود مو العكس مو سويناها عشان نجمع جمهور للمتنبي نا أكيد المتنبي وجمهور يعني على مدى شو مداخلتك مداخلتنا اليوم السوشيال الميديا هو قاعد يفرض النجوم اليوم على الإعلام على المسرح خلي يطلع أحد من هذول النجوم اللي يتبعونا خنقول مليون خمسمائة ألف ويفرض نفسه باتر تشوفه مذيع في أحد القنوات صح ولا لا أو تشوفه يمثل مثلا في مسلسل والله أغلب حاول لكن ما نجح الأغلب حاول لكن لا أغلب ما نجح بس شنو صار الآن أصبح هناك رصد لنجوم السوشيال ميديا أنا ما ودي أبتعد الموضوع لا إحنا موضوعنا أدبي أنا أتكلم على الكاتب الأدبي على الأدبي اليوم المشهد الأدبي اليوم بس هالنقطة هذه أنا بس هالنقطة حبيت أشرح هل هي وشلة تساعدنا أنا بس حبيت أشرح هذه النقطة أنا قاعد أتكلم أن الكاتب إذا يبقى نحن دائما يقولون أنتم الكتاب تبقون دائما في أبراج عاجية تبقون في غرف مخلقة غير من ذلك لكن لو نروح نكتب في السوشيال ميديا يقول أنت شتون إن جرفت مو لازم أنا أكون لي حضور لازم يكون لي صوت موجود ما يترك الأمر ما يترك الأمر بنتقل إلى الرقابة حتى لا يسركن الوقت بالحوار اليوم الرقابة كيف تراها نتكلم محليا هي داعمة للشباب اليوم كثير من الكتاب الشباب الناشطين ومن حاصلوا على جائزة البوكر السعوسي السعوسي عائلتين كل من احترام التغذير وقريبين الباق عبد العزيز وأيضا الكثير منهم كتاب شباب ناشطين جدا وتسليط الضوء عليهم كبير ويستحقون الأمانة وبارزينهم بكتاباتهم هذا شيء مبشر بالخير الرقابة قاعد تنحر ولا قاعد تدعم والله يشوف يعني إحنا حتى في غطة الأدباء ومع وزارة الإعلام قدمنا اللي هو اقتراح وأيضا تشكلت لجنة التظلمات في وزارة الإعلام وغيره إحنا ضد تشدد الرقيب وضد أيضا استهتار الكاتب بنهاية نبي بيئة مثقفة متوازنة إحنا عندنا هنا في الدستور الكويتي في أمور معينة صح أو لا في موانع معينة موجودة في الدستور الكويتي نحن قاعد نطبق قانون في أمور معينة لازم الواحد ما يتعداها لكن قضية تفرد الرقيب في أن الكتاب هذا لأني أنا فهمته فهم معين وهو حمال أوجه طيب غيره ما راح يفهمه هذا الفهم لكن أنا فهمته لذلك راح أمنع الكتاب هذه إحنا ضدها تماما حصلت عندنا؟ طبعا حصلت والآن لجنة التظلمات التي تشكلت وعقدت أكثر من اجتماع حسب ما أعرف أقررت كتاب كان قد منع اللي هو كتاب أرتعش عندما تتحدث الأرواح لمحمد الناصر كان كتاب منع من وزارة الإعلام لجنة التظلمات التابعة لوزارة الإعلام بعد ما قدم تظلم أقررت هذا الكتاب هذا منشور في الجرائب ما الذي تغير في قناعات اللجنة؟ هي ليست قضية تغير في قناعات اللجنة قضية أن الكاتب رأى أن كتابه منع وهو ما يستحق المنع فقدم تظلم في إجراء قانوني اللجنة الأخرى اللجنة التي كان فيها أشخاص غير اللجنة هذه كان فيها خبير مثلا أدبي كان فيها خبير لغوي كان فيها كذا قررت أن هذا الكتاب ما يستحق المنع فتم فعلا فسحه طيب لماذا أنا مماطلة أنت تمنعني فوت علي معرض الكتاب فوت علي مرحلة معينة دخلتني في أزمة نفسية تدخلني في مراجعات تدخلني في لجنة وكتابنا وكتابكم هذا أديب هذا أدب فكر بطرح ما يسلع تجارية لذلك نقول أن هذا الأمر مريح طبعا أكيد ممريح لكن أنا أيضا أقول لك واركع الظلم عنه تجد أنه غير مريح طبعا ممريح أنا لما أكتب لما أكتب وانا واثق أن كتابي لا يوجد شيء وبعدين يمنع أكيد أن الأزمة النفسية هذه والأزمة مثلا حتى في معرض الكتاب وغيرها أكيد تأثر عليه لكن نحن لازم أيضا نبين قبل شيء كان لقاءكم مع الأستاذ المحامي أيضا لازم نبين ما هو الحق القانوني لذلك يجب أن تتبع الكاتب حتى بالنهاية على الأقل على ما قال الشاعر حنانيك بعض الشري أهوى من بعضي فهذه الفكرة باختصار أستاذ أد يعني الشي تفسر تحقيق روايات كويتية أرقام قياسية في قائمة الأكثر مبيعا في عام 2015 من ضمنهم رواية فقران أم حصة لأستاذ السعود وأيضا خراطة تيه بالمناسبة الروايتين ممنوعين ممنوعين بالكويت أنا عارف أنه ممنوعين حقا أكبر مبيعات هذا إحنا اللي قاعد نشوفه وين مبيعاتهم صارت بأوروبا؟ أنا أتوقع وين صارت أسالم على وين صارت مبيعاتهم الآن على المسوى العربي لأنها تقريبا لما سمعت إذا ترجمت إلى لغات أخرى ولكن على المسوى العربي نادم الحريات وإحنا متقدمين في سقف الحريات كيف تعرف في بعض الدول العربية وتقدم وتباع وتأخذ ريس عالي في المبيعات وعندنا في بلد الحريات تمنع نعم يعني تفسر الرقابة أنا طبعا الرقابة بالكويت عندنا موضوع طويل جدا والحديث عنه يمكن يعني ما رح ينتهي يمكن أنا اتفق مع سالم في قضية أن الرقيب هو رح يعتمد بالنهاية على رأي الشخصي وعلى مفهومة لهذا القانون الذي موجود أنا خلنا أتساءل هذا القانون من الذي وضعه بالأساس يعني إحنا دائما نتحدث عن الحريات ونتكلم عن الأمور هذه كلها هذا القانون وضع مجلس الأمة إذن هناك في خلل عنده الناخب في اختياره لممثلين أنت ضد الرقابة طبعا أنا ضد الرقابة تعرف ليش الرقابة إحنا نتكلم عن الرقابة مدام في هناك وعي بالمجتمع أنا لش أعتاج إلى الرقابة ما فيه أشياء نزلت جنسية بالمعاوة لا لا هذا يعتمد على لا ما فيه رقيب تبطيع العمل إحنا نحن لا أعرف نحن معه ولا ضد وانا أزل سألك عشان يعرف هذا يعتمد على قضية الأولى نحن نتكلم عنها من هو الكاتب من هو الناس اللي تقرأ لهذا الإنسان لهذا الوعي منطلقة يا أخي نحن نأخذها بأبسط شيء مثلا الآن في حركة تغلب فيها الناشرين كوني أنا قريب من النشر أنا قاموا الآن تطلع روايات اسمها رواية الفتيان بمعنى أنه لو إي الأب ويدور ونحن نشوفهم جدامنا دائما بمعرض الكتاب يأخذ الكتب ويطالع قبل ما يشتري حق ولده شنو فيه عن شنو أسما فيها قصة حب ليش أقل حب شنو فيه زين يعني حب يعترى فيه قيم حلوة جميلة هو يفكر ومو الأخرى حب الأم حب الأصوات لحب البنت قصة الصوايات عبير وغيرا من ذلك ختاما شنو حاب تقول أنا برجع حكسان رجل شاحر لحلقات أنت بتقول ختاما أنا متفائل بالمشهد على الرقم أن يمكن أن نشتكي وأن نتذمر لكن أنا متفائل أن هناك حركة قراءة جميلة جدا من خلال الأندية من خلال الشباب حركة المعارض على الرقم يمكن أن نحن نوعا ما كناشرين نتحسس من قضية مثلا أن يمكن الإرادات تتأثر لكن لا يخالف نتحمل هذا الواقع ندفع للوعي أكثر وأكثر إذا أردنا فعلا أن نكون مسؤولين عن ما نكتب عنه ودباء مشكلة لا تستطيع أن تقاطعهم حكيهم حلو حكيهم ما شاء الله متصوم تواصل سالم ختاما ما لا تقول ونحن لا نختم معاك اللي بقصيدة أنت لازم تقول أكونك شاعر والله حاضر أنا طبعا أشكركم جدا على إتاحة الفرصة وأيضا على إقاعي مع الأخوي الكبير أخوي فهد الهندال ودي أقرأ عليكم إذا قصيدة من مسودة ديواني إن شاء الله القادم في معرض الكتاب اللي اسمه حيث لا عنوان نعم أقول أحقا أضعت العهد من بعد ما صنتي أحقا أضعت العهد من بعد ما صنتي وعن دربنا المملوء بالحب قد بنتي أحقا تلاشى كل ما كان بيننا وقد طالما بالوصل كنا أنا أنت أحقا تلاشى كل ما كان بيننا وقد طالما بالوصل كنا أنا أنت هدمت هوانا باتباع وشاية أما كان أحرى قبلها لو تيقنت ألم يتوقف نبض قلبك لحظة ألم يتوقف نبض قلبك لحظة لذكرى محب في حشاه تمكنت متيم عينيك اللتين ضياهما إذا لاحت بدر الدجا قال أحسنتي ألم تذكري شعرا لعينيك صوته ثمينا كأنواع الحلي التي زنتي يلحن إيقاع ابتسامك نغمة يغنيك موالا عليه تسلطنتي ويمسي لك المندين والدمع لؤلؤ يسير على ورد الخدود متى لنتي فهل فهل ظفر الواشون بالبين بيننا فهل ظفر الواشون بالبين بيننا ولمما دعوا بالموت للوصل أمنتي فهل ظفر الواشون بالبين بيننا ولمما دعوا بالموت للوصل أمنتي لقد كنتي إن يحكوا تقولي يحبني فكفوا عن البهتان كفوا لقد كنتي أنا آسف جدا على وقتنا معنا فقد صنت عهد العشق لما له كنتي السلام عليكم أحسنت 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 كل الشكر لأستاذ سالم رميضي عضو مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتين وأيضا رئيس اللجنة الثقافية والشكر موصول الأستاذ فهد الهندال العلام الناغ شكرا جزيلا شكرا شكرا كل شكرا ضيوفنا الكرام سمرين معكم بعد الفاصل